موسيقى السادات والسادة والآن يشرفني شرفا كبيرا بأن أدعو صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى المنصة لكي يتحدث بسم الله الرحمن الرحيم معالي المستشارة أنجلا ميركل الحضور الكرام يسعدني في البداية أن أكون معكم في منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار وود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتغدير لمعالي المستشارة أنجلا ميركل على دعمها له وحرصها على إنجاحه ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا على كافة المستويات إننا نعتز بعلاغات التعاون والصداقة المتميزة مع ألمانيا والتي بدأت منذ أكثر من ستين عام وقد أصبحت ألمانيا الآن شريكاً استراتيجياً لدولة قطر نحن مدركون لمتانة الاقتصاد الألماني ولدور ألمانيا المركزي الفاعل في أوروبا ونحترم عملها التنموي في جنوب الكرة الأرضية ودورها العقلاني الرصين على الساحة الدولية إن تنظيم هذا المنتدى المشترك يأتي في إطار اهتمامنا بترسيخ وتعزيز الشراكة بين بلدينا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها لمتابعة مسيرتنا التنموية التي تتمثل بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بما فيها التنويع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد المعرفي الحضور الكرام لقد توططت العلاقة بين قطر وألمانيا في السنوات السبع الماضية وخاصة في مجال التجارة والاستثمار والإنشاءات فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين بلدينا في الفترة الواقعة بين العامين 2011 و2016 ليصل إلى نحو 2.8 مليار يورو معظمه لصالح ألمانيا التي أصبحت ثالثة أكبر مورد في العالم لدولة قطر وقد انخفض حجم هذا التبادل في عام 2017 لأسباب إقليمية مؤقتة فرضت علينا وأدت إلى انخفاض واردات قطر من مختلف الدول لفترة القصيرة كما أن الشركات الألمانية العاملة في قطر تلعب دوراً هاماً في تطوير الاقتصاد القطري فقد بلغ عدد هذه الشركات ما يزيد عن ثلاثمائة شركة تعمل في قطاعات حيوية كالإنشاءات والبنية التحتية والخدمات الاستشارية بالإضافة لذلك فإن ألمانيا تعتبر مقصداً مهماً للاستثمارات القطرية التي بلغت نحو 25 مليار يورو وتشمل هذه الاستثمارات مشروعات حيوية في قطاعات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك ولا بد من الإشارة هنا إلى أن النقل الجوي يقوم بدور رئيسي في مد جسور التعاون والتواصل الثنائي في المجالات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية بين بلدين فالرحلات العديدة التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية إلى ألمانيا ساهمت في ارتفاع عدد الزائرين الألمان إلى دولة قطر الذي تزايد بنسبة عالية عام 2017 الحضور الكرام لغت شهد الناتج المحلي القطري خلال الفترة 2014 معدلات نمو مرتفعة لا مثيل لها في العالم ورافق هذا النمو مؤشرات اقتصادية كلية عن الدخار الوطني والاستثمار المحلي والحساب الجاري والموازنة العامة تدعو للاعتزاز وبالطبع فقد انخفض معدلات النمو هذا بعد ذلك بسبب انهيار سعار النفط والغاز ولكن الاقتصاد القطري أثبت متانته في ظل هذا الانخفاض وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا فما زال معدل الناتج المحلي للفرد في دولة قطر من أعلى المعدلات العالمية اللي لم يكن أعلاها ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصادنا بمعدل 2.8 عام 2018 ومعدل 3% عام 2019 و2020 كما أن التغارير التي تصدرها المؤسسات العالمية عن التصنيف الانتمائي وعن التنافسية ما زالت تضع قطر في مراتب عالية عالمية إن المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري في هذه المرحلة هو القطاع غير النفطي الذي يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وخاصة في التعليم والصحة والمواصلات والإنشاءات المطلوبة لاستطافة كأس العالم 2022 وعلى تحقيق التقدم في التنويع الاقتصادي نتيجة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى 2011-2016 والبدء في تنفيذ استراتيجية الثانية 2018-2022 التي ستركز على زيادة استثمارات القطاع الخاص في هذه المشاريع عن طريق تقديم الحوافز وتعزيز القدرات وطرح مشاريع للمشاركة بين القطاعين الخاص والعام واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد غامت الدولة خلال السنوات الأخيرة بتطوير وإجراء تعديلات محورية على عدد من التشريعات لتحقيق ذلك ومن بينها قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري وقانون المناطق الحرة الجديد وإجراءات تطوير وتوسيع المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية الحضور الكرام توفر المشاريع التنموية في دولة قطر فرص كبيرة للشركات الألمانية لزيادة مساهمتها في تطوير الاقتصاد القطري في قطاعات أخرى بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية والإنشاءات ولاسيما في قطاع التعليم والتدريب والبحوث وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أن ألمانيا تعتبر رائدة في هذين المجالين وفي هذا السياق أشير إلى التعاون البناء بين مؤسساتنا العلمية والجامعية وسوف نشهد اليوم توقيع التفاقية لفتح جامعة ألمانية بدولة قطر تحت إشراف وإدارة جامعة ميونخ التقنية بالتعاون مع القطاع الخاص القطري كما أشير أيضا إلى الفعاليات الثقافية التي شهدها العام الثقافي القطري الألماني 2017 والتي توجد بتأسيس البيت الثقافي العربي الديوان في ألمانيا ليكون مركز للاتصال بين الثقافات وجسر للتواصل بين شعوبنا ولا بد من الإشارة هنا إلى أنني وأبناء شعبي ما زلنا نتذكر بكثير من التقدير والإحترام الموقف الأخلاقي الذي عبرت عنه جمهورية ألمانيا الاتحادية برفضها لجراءات غير القانونية التي فرضت على دولة قطر من قبل بعض جيرانها السنة الماضية وما زالت مستمرة ومن هذا المنتدى ندعو القطاع الخاص في ألمانيا إلى استكشاف بيئة الأعمال القطرية الواعدة بكثير من المشروعات في شتى المجالات وبالمقابل تعبيرا عن ثقتنا بقوة الاقتصاد الألماني وبهميته الاستثمار فيه أعلنوا عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بغيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني في السنوات الخمسة المقبلة لتكون إضافة أخرى لاستثماراتنا الناجحة في ألمانيا وفي الختام أكرر شكري لكم على الحضور والمشاركة في هذا المنتدى وأمل أن تسفر نتائجه عن شراكات استثمارية ناجحة في كافة المجالات تخدم مصالح المشتركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم